اشتركوا في القناة نتعلم كيفية اجراء الاختبارات الالكترونية باستخدام نظام UIMS المصمم من قبل مركز الكافية لتقنية المعلومات اليوم سنتعلم كيفية اجراء تلك الاختبارات الالكترونية عن طريق السمارتفون او الاجهزة الذكية طبعا هذا الموبايماتي الي تشوفو امامكم انا اقدر اوصل للاختبار عن طريقين الاول هو عن طريق المتصفح الي هو جوجل كروم هذا الي تشوفو امامكم هذا الكروم جوجل كروم طبعا وهذا من فضله دائما اوكي والطريق الثاني خلا اشوفكم اياه هو جت تطبيق جامعة الكفيل الي تروح انت تقدر تنزل مثل ما علمناكم في فيديوها السابقة تروح الى متجر بلاي تشوفو اهنا تكتب فقط تكتب جامعة الكفيل جيت كتب الجامعة تطبيق اسمه جامعة الكفيل كتب الجامعة الكفيل طلع لجامعة الكفيل طبعا انا هنا تم التثبيت منصب عندي فقط راح اقول له فتح وذا انت ممنصبه فيطلع لك تثبيت تقدر تنصبه فاني راح اضغط مثلا فتح راح ينفتح عندي هذا التطبيق اللي يشوفو امامكم راح تسأل انه احنا شنفضل انه من تجري الاختبارات اقول لك اني افضل انه تروح انت تستخدم المتصفح جوجل كروم على انه تستخدم هذا التطبيق راح تقول ليش انه تفضل تستخدم جوجل كروم اقول لك لانه هنا راح يكون اسرع اجراء الاختبارات اسرع اوكي من خلال جوجل كروم اكثر من خلال التطبيق تمام حسا حاليا راح اعلمكم شون نجري هذا الاختبار عن طريق التطبيق وبعدين راح نرجع نشوف شون نجري هذا الاختبار عن طريق متصفح كروم طبعا بداية انا اش راح اسوي بداية راح اروح للتطبيق مالتي واننزلته هذا التطبيق اسمه جامعة الكفيل اوكي انا مسوي تسجيل دخول اروح منا اذا مسوي تسجيل دخول هو اوكي تسجيل دخول واطلع هنا تسجيل خروج واذا انا مسوي فرح تطلع لي هنا تسجيل دخول انا من خلال راح اسجيل دخولي مثل ما تعلمنا سابقا انا علمتكم هنا فيديو سابق راح اروح للامتحانات حتى اشوف الامتحان ماتي راح اجل كل امتحان هنا طبعا يوصلني هو اشعار بيوم شوف هذا الاختبار اسمه اختبار تكميلي جديد انطلق يوم اربعة سبعة الفين وعشرين ساعة اثنين وثمونتعج دقيقة صباحا ورح انتهي نفس التايم يعني نفس الديت نفس اليوم اربعة سبعة عشرين ورح انتهي بالاربعة وثمونتعج دقيقة يعني مدة هذا الاختبار هو ساعتين حتى انفذ هذا الاختبار راح اروح اضغط على هذا اختبار تكميلي اوكي طلع عندي فعال وبداية عندي الوقت يعد عندي بالعكس بالعكس رح يبدي عد عندي الوقت وهنا بداية الوقت نشوفها إذا أشر لكم عليا وهنا هذا نهاية الوقت اللي موجود عندي طبعا اسم المادة هي Advanced Computer Technology واسم الأستاذ اللي يخلاها وهنا التفاصيل بديت بالأسئلة هذا رقم السؤال سؤال الأول منشوفه هنا بالرمادي يعني هذا نون اكتب يعني لحد الآن انت ممجاوب عليه وهنا درجة موجودة عنده خمس درجات جيت السؤال الأول عرف الطابعة الإجابة مالتها تكون هنا أيضا هنا مربع نص رح أكتب به شغل مالتها رح أقول الطابعة على سبيل المثال هي إحدى وحدات الإخراج الطرفية خل أفصلها وحدات الإخراج الطرفية المرتبطة مع جهاز الكمبيوتر واضح؟ مثلا فقط هذا تعريفه شح أسويه هنا رح أقول له هنا حفظ الإجابة رح أقول له هنا حفظ الإجابة بس ضغطت حفظ الإجابة تم الحفظ طلع لي وإهنا على رقم السؤال الصار صار باللون الأزرق باللون الأزرق معناتها أنه هذا السؤال تمت إجابته رحت للسؤال الثاني يعتبر المايكروفون هو أوكي طبعا هذا السؤال اللي بعده أنا رحيت عليه خلي أرجع هنا أقدر أرجع بكل سهولة يعتبر المايكروفون هو وحدة خلينا نقول وحدة إدخال على سبيل المثال ورح أقول له حفظ الإجابة حفظته شوف هذا السؤال الثاني أيضا أزرق وطلع لي تم الحفظ سؤال الثالث من وحدات الإخراج هنا دي يطلع لي فقط نص السؤال منطوق السؤال الاختيارات مات الإجابة وين يجاوب حتى أوصل له بس رح أضغط عليه رح يطلع لي هو كاملا أوكي من وحدات الإخراج الشاشة مثلا رح أقول له المايكروفون ورح أقول له الماوس خليكونا ببالك بهيش نماط مات أسئلة إذا أشرتهم كلهم فرح يعتبرهم كل الخطأ لأنه يعتبر تحايل بهذا النوع يعتبر تحايل أنت تتحايل على البرنامج بالتالي تتأخذ درجة كاملة بالتالي هنا رح ينحسب الصح يأكل الخطأ أو الخطأ أفواً رح أياكله صح حفظ الإجابة أوكي حفظها سؤال الرابع وحدة الخزن الداخلية هارد ديسك هي أحد أجزاء وحدة المعالجة المركزية ضغطت علي أيضاً رح أقول له خطأ وش أقول له؟ أقول له حفظ الإجابة هذا حفظ الإجابة أيضاً حفظها إليه سؤال الخامس هذا من الأسئلة مثل ما قلناه هو short answer قصيرة بس هنا رقمية حجم ذاكرة الكاش هو مثلاً 256 خلا جاوب مثلاً وقل له حفظ الإجابة لشوف أيضاً باللون الأزرق صارت عندي طلعاً هنا تم الحفظ أكتب تقريراً عن أجهزة الخزن بس أضغط عليها أيضاً رح أقدر أختار ملف بس أضغط على اختيار ملف رح يودين الملفات ماتي وقدر أسوي للملف هذا تحميل وحمله وبعدين ورما أخلص أقول له حفظ الإجابة شوفها سمين قلت لحفظ الإجابة يرجى اختيار ملف ليش؟ لأنه رح أرجع مرة ثاني يرجى اختيار ملف لأنه لحد الآن ما مختار ملف رح أرجع أوكي وكأنما رح تركه أو في هذا السؤال السؤال السابع يستخدم لتحويل المستندات الورقية إلى صور رقمية داخل الجهاز الحاسوب رح أقول له مثلاً ماسح الضوئي وبركة حفظ الإجابة لو رجعنا آنوا ياكم هذا تمت الإجابة على يليني أزراج هذا بعدين نأكتب مهم لحد الآن الإجابة ما كو متامة عليها لحد الآن ما مجاوب عليها لحد ما حملت ملف يلا رح تطلع الإجابة هنا هذا حجم الداكرة كذلك وحدة الخزن الداخلية هارد ديسك كذلك تمت الإجابة لأن كل الأسئلة تمت الإجابة تشوفون هذا الوقت ماتي خليكون ببالكم ما طول هذا الوقت فعال أي سؤال من ذني الأسئلة شبيهن أقدر أعدل عليها مرة ثانية جاءت لهذا السؤال الثاني يعتبر المايكروفون هو وحدة خليه أقول مكان إدخال هقول وحدة إخراج شوف وحدة إخراج من الثلاث وحدة إخراج و الثلاث حفظ الإجابة تم الحفظ رح تسألني على ياهو رح يعتمد على الإجابة الثانية اللي هي الأخيرة اللي أنت جاوبته على آخر إجابة جاوبته هذا هو عملية الإجابة على الإختبارات أوكي بالنظام الـ UIMS رح أرجعاني هسه هذا جاوبته لإختبار خليه رجعت أيضا طبعا هذا طلعت من عنده تشوفون من طلعت من عنده أقدر أرجع مرة ثانية تطبيق جامعة الكفيل وأرجع مرة ثانية أقول له هذاني ثلاث خطوط و أقول له على الإمتحانات و رح أرجع أكمل الإختبار طبعا عندي مني من الوقت تتاكل بداية لأول مرة أنا فتحت البرنامج بي أوكي فهذا الإختبار طبعا الطريقة الثانية اللي إحنا نحبذها دائما هو أنه تستخدم المتصفح متصفح كروم أوكي جيت هنا كتبت الرابط مالتي student الكفيل dot edu dot iq اللي إحنا منطقها أوكي رح يوديني التعليم الإلكتروني جامعة الكفيل طبعا هذا الرابط مالته مجرد ضغطه أوكي طلعت عندي هاي النافذة اللي تشوفوها خلي أحول الشاشة مالته حتى تكبر عندي هذي تسجيل الدخول هذي تسجيل الدخول لدي شوفوها أمامكم طبعا أنا عندي هذا هو اليوزر مالته هذا الباسورد مالتي أوكي رح أقول له تذكرني وقل له تسجيل دخول من قلت له تسجيل دخول دي شوفوه رح ينفتح حسن نافذة رح يحمل عندي وتنفتح النافذة مثل ما انفتحت بالحاسوب بجهاز الحاسوب وأنا عن جهاز الحاسوب سويت لكم فيديو أيضا رح أروح القائمة لامتحانات أوكي رح يحمل أوكي رح سوي العرض للامتحان أوكي مثل ما تعلمنا بالفيديو اللي علمكم شلون تعرضوني الاختبارات طلعت عندي هات اللي تشوفونا أمامكم طبعا أنا جاوبتها هذي كلها هتطابع أحدها وحدات الإخراج يعني أنا مرة فتحتها من التطبيق ومرة رجعت فتحتها من خلال متصفحكم طبعا هنا تريد تغير إجابة أيضا تقدر تغير ما طولك أنت ضمن الوقت اللي موجود مثلا رح أقول هي وحدة معالجة تشوف وحدة معالجة مركزية أوكي ونقلت له وحدة معالجة مركزية أوكي سوى ضغطت هنا بأي مكان رح تتم حفظ الإجابة هنا تمت العملية بنجاح نفس الشرح اللي شرحت لكم يا آني سابقا بيما بالكيفية أذى الاختبارات الإلكترونية باستخدام نرامل الحاسوب باستخدام جهاز الحاسوب هاي رح أقول خطأ وجيت ضغطت هنا أيضا تم حفظ الإجابة رح أحفظ إياها على الخطأ اللي موجود عندي هذا هو عملية كيفية إجراء الاختبارات الإلكترونية باستخدام جهاز الموبايل طبعا هنا بالنهاية رح أحب أن نوح على شهرتين أرجع ونوح عليها الأولى أنه دائما نحن نحب أنه تستخدم هذا المتصفح لأنه أسرع من التطبيق في إجراء الاختبارات مارتك هاي واحدة دائما نحب أنه تستخدم شبكة الانترنت اللي هي تابعة الشركة من الشركات الأخرى نستخدم لها الاتصالات مثلا زين كوريك أسيا سيل ونحبث هاي يستخدم ها وقت الطوارئ تستخدم ها وكذلك تستخدم شبكة الجزيرة نحبث أنه شركة المتصفح والتطبيق ككل يكون أسرع عليهم بهواي لهنا رح ينتهي الفيديو مارتنا طبعا أحب أشكركم شكرا لكم شكرا متابعتكم وإن شاء الله رح نلتقي في فيديوهات قادمة بإذنه تعالى شكرا لكم جزيلا قواني